موسيقى السلام عليكم معكم الشيفة مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية سأقدم لكم طريقة أمل شربة العدس الحمراء بالخضروات نبدأ المقادير بسم الله الرحمن الرحيم هنا عندي أربعة ملعقة أكل زيت نباتي وضفت لها واحد حبة بصل مقطع مكعبات وخمسة سن ثوم مقطع شرائح وذبلت البصل ويثوم تابعوني على الانستغرام إراكي فود كاي هنا أضفت واحد ملعقة أكل معجون الطماطة وحمسة ويلبصل والثوم وهاي عندي واحد حبة طماطة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات هاي الشربة لذيذة جدا ومفيدة لأن بها مواد غذائية مفيدة هنا تركت الطماطة والبصل وباقي المواد إلى أن شوية ذبلت وضفت لها هنا اثنين حبة جزر مقطع مكعبات واثنين حبة بطاطا مقطعة مكعبات هاي الشربة مفيدة جدا ومو بس بشهر رمضان بالأيام العادية أيضا هنا عندي واحد كوب عدس طبعا أنا من نقع تكثر صار بها الصورة لأنه طاعف حجمة يعني ونقع وضفت له هنا ماء ساخن هاي المواد كلها خليت هنا وراح اتركها على النار وأبقى كل فترة أقلبها حتى لا تركد وتحترق انتبهولها هاي راح اتركها إلى أن تستوي وضفت له هنا رشة فلفل أسود واحد ملعقة أكل ملح وخلطتها زيان وراح اتركها إلى أن بعد تستوي وهنا من بعد ما استوت بديت أخلطها بهذا الخلاط أي خلاط عدكم كهربائي ممكن تخلطوها هاي هنا هاي الشوربة تركية هنا راح افرقعها اثنين ملعقة أكل زبد لأن حسب الكمية اللي عدكم نضيفون زبد وضفت له نصف ملعقة أكل فلفل أحمر حلوب بابريكا وهنا قدمت الشوربة وهنا صبيت عليها قليلة من الزبد